تمام دي حالة الحمل دلوقتي شايفة انه هو في حالة انتصار في حالة احتفال كأنه وصل لحاجة اعلى من اللي كان فيها كأنه نجح في حاجة كأنه ترقى كأنه حتى ان شاء الله خرج من موقف معين خارج منتصر تمام فلو ايه حت بقى ايه ثقة في النفس عالية جدا جدا والدنيا عنده فيها فخر مفتخر بنافسه واللي حواليه على فكرة مفتخرين بيه يعني برضه ممكن يكون شكل من اشكال المباركة مجروك يددوال حاجة كده حلوة قوي ومشرقة وجميلة جدا طيب ايه الحاجة اللي بيتمناها او اللي عايزها دلوقتي الحمل كأنه سالة دي يعني ما سنش برضه يعني جد في وجن ده حالي الناس اللي ما كانوش بيقانو في الحمل او مساعدهوش او يعني مثلا دجوش بشكل ما نفسوه نفسو الحمل ان الناس دي بجيله وتقوله مثلا احنا عايزينك او يحاولوا ان هو يتقربوا منه تاني وهو يقول لا مش عايز تمام؟ لحد بيقرب من حد وهو بيقول لا مش عايز مش دلوقتي تمام؟ لانه في حالة انتصار وشايف ان هو طلع صح او ان هو ازداد شهرة او ان هو كسب في حاجة معينة او طلع صح في حاجة معينة او زي ما قلنا اترقق او عي درجة في حتة معينة فعايز بقى الناس اللي زي ما قلتلكو كان مساعدهوش او مساعدهوش في الماضي انه هما يحاولوا يتقربوا منه او حتى يعتذروا بس هو عايزه بيجي يعتذروا يقول لهم لا مش قابل تعام؟ الحاجة نفسو تيها انت الحمل ايه الحاجات اللي ممكن تساعدك ياور بالحمل؟ ما شاء الله انا شايفة انه لا فعلا فيه طاقة نجاح كبيرة جدا عنده الشهر ده انتبه يجيب دلو الناس القريبين منك تمام؟ الهدف الماترس ما تديش ضغرك لحد تمام؟ اوعا لان شايفة انه فيه ناس ممكن تنتهز الفرص ويعني تقتعك ممكن تعمل وتأذيك فعلا انتبه لازم دايما يعني طول ما انتواك لازم تبتدي تبص حواليك وبص وارك ما تأمنش الفترة دي انا مش بكلم في المطلق الفترة دي ما تأمنش حتى الاقرب الناس لك تمام؟ اوكي الكارت ده كارت الامر دي حال التحفز وبص وكشر ازاي يعني الحزك تفرح قوي الفترة دي وتبتدي يعني بالنجاح او حتى انت وصلت لها دي وانه تبقى اعلى مريح ما تريحش شايفة انه ممكن يكون فيه ناس متربصة شوي متربصة بك طيب ايه الحاجات اللي العكوسات او الحاجات اللي بتضعف الحمل الشهر ده علاقاته الاجتماعية يعني خلينا نقول علاقات الحمل الاجتماعية الفترة دي او الشهر ده حاسس ان يفيها صعوبة يمكن يكون الحمل مش في حال انه هو حابب انه يختلط بالنس فده بالنسبة للتحدي وهو بحتاج ليعمل ده الفترة دي او انه هو طبيعته كده وهو اصلا مش 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 شخص اجتماعي قوي وما بيحبش انه هو يقضي وقت مع الناس فده التحدي اللي عنده برج الحمل ويمكن يكون برضو دي رسالة جاية انه عشان يثبت النجاح ده او يعليه او يكمل عليه محتاج انه هو يحسن من علاقاته جدا والحكاية دي هو ضعيف فيها فابتدي برج الحمل اشتغل على الموضوع في ناس كتير جدا بتساعد في الحاجات دي انه هي تحسن من نقاطك الاجتماعية من الناس اللي حواليك ازاي تكسب الناس اللي حواليك وتكسبهم كاصدقاء وحلفاء ليك تمام انت محتاج حلفاء من الاخر كده انت عايز حلفاء مش عايز اعداء تمام فخلينا نقول حتة التشفي او الارضاء النفس اللي انت نفسك توصل لها ان الناس يجي تعتذرلك ويقولك والله انت كان عندك حق ما الله نزاعدش مننا او انت تقول ايه تصدهم او انت تقولهم انتو ما تخدوش بتفهمهم حاجة او تنهارهم باي شكل من اشكال لا بلاش استوعب وقول تمام واهلا بيكو مفيش مشكلة خالص حد بيقدملك عرب طيب انا حفكر حاول تكسب الناس اللي حواليك عشان تعزز وتأكد النجاح اللي انت وسطره ده ايه النتاج المتوقع بالنسبة للشهر ده ان شاء الله تشايفه بردو زي الحوت عندك فرصة مهمة الحوت والحمق اللي اتنين بتجي تنفس المكان الكارد انه في فرصة مهمة بتيجي عند جورج الحمل وبيزبط فيها نفسه كويس جدا وبيستعمل طاقاته كلها خلينا نقول بردو الطابة اللي جايلي انه مع كل نهاية في بداية عند الحمل مفيش حاجة عنده اسمها النهاية خلاص كده الموضوع خلص لا مفيش حاجة عنده بتخلص مستمر مستمر تمام وكمان حالة الانفينيت دي افكاره لا تنتهي افكاره كتير جدا جدا وفرص كمان عنده لا تنتهي فرص كتيرة جدا جدا وخلينا نقول ممكن تكون اكتر من فرصة والحمل عفكرة متوقع ده وكأنه مجاهز الرد انا هارد على ده اقول ايه وهارد على ده اقول ايه طيب القراءة حلوة جدا بس اللي هنصحك بي يا برج الحمل حاجتين ركز على علاقاتك الاجتماعية تاني حاجة انتبه جدا للناس المتربصة لك اللي ممكن فعلا يحسدوك او ويساعلو على النجاح اللي التوصل تلو تمام الحالة المادية جورج الحمل يا سيد بسوا بقى الحمل اما انه هو بيدي لناس بحد بيدي فلوس لانه ما شاء الله واصل في حتة حلوة جدا لو هو مثلا مدير عمل بيدي مكفاءات او حوافز للناس اللي تحتيه بيديهم حاجة كده يعني يبسطهم بيها ويريحهم بيها الحمل لو كان مستني انه هو يقترض حاجة من بنك بيجيله قارد او انه هو اللي بياخد فلوس من حد اكبر هو بقى اللي بياخد المكافأة او ممكن يكون ويرس كمان من حد اكبر لو كان مستني انه هو يعني يحصل على ويرس من الناس اللي يعني من اهله وكده شايف انه هو ان شاء الله بيمسك مبلغ مالي من الورس ايه الحالة الصحية عند الحمل مش شايف ان هي مش كويسة والحمل خليني اكتر اقول حالته نكلم عن حالته النفسية متعصب في حالة عصبية في الموضوع متشنك شوية او انه هو بيقاوم انه هو تعبين في حاجة تعبية مثلا حطقته البدنية مش اعلى حاجة مش مش في الفورما يعني بتاعته بس هو بيقاوم ويتحامل على نفسه علشان يحسن منها برافو برافو دي حاجة كويسة جدا الكارت اللي حد الوقتي شايف انه هو يعني مش بيضغط على نفسه بشكل ممكن يؤذيه لا تمام المقاومة دي كويسة متستسلمش لحالة كسل او اي حاجة ممكن تحسس نهاية تعبية لا متستسلم لهاش وقومها وهتعدي لوحدها او زي ما قلنا انه هو متعصب تمام جميل جدا طيب يلا نشوف الكروه اروعاته فايد بوردي حمل عطفيا الحمل مش شايفة انه هو احسن حاجة انا الشايفة بالنسبة للحلاء عطفيا متودر جدا جدا لا توقف عن التفكير والتفكير سلبي بمعنى هو مش بيحاول يلاقي حيول لا هو عمال يعني بيشح نفسه وتقسل بيه اوكي فهو بالنسبة للحالة العطفية تعبان جدا وخيان تقول بيحلم حتى بالمشكلة دي او الحاجة اللي ارقاه عطفيا دي حتى بيجيره في الحالة موقتها ما بينام اذا كان بينام تمام شايفة انهم متقطع خلاص ما هو جاعته من كتر تفكير يفكر كتير جدا بالنسبة لحاجة تخص علاقته العطفية بس زي ما قلنا التفكير سلبي ما هوش ايجابي مش مونتك مش هيفدنا بحاجة انت عمل تفكر 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 وهاري نفسك بس انت مش بتلاقي حلوب انت بس بتزود يعني الجهاد النفسي اللي انت فيه فنحاول نوقف تفكير شوي انت اول حاجة هنصحك بها حاول توقف تفكير شوي تشد الجهيشة وقت النوم للنوم خلاص هنبطل التفكير تفرجوا على حاجة بتضحك اسمعوا مسكي كهادية حلوة يعني حاولوا تزبطوا المنتل هاوت بتاعديك والصحة العقلية بتاعديك لانه فنفرض الوضع ما نصلحش انت مستفدش حاجة ولو تصلح برضو مش هتستفيد حاجة او هتبقى اهدارة الطاقة دي على الفاضي لانتو في الاخر هتتصلح او الموضوع هيعدي ولو ما عداش فانت برضو مش مستفيد حاجة ما انت بتعمله ده مش دي الافادة خالص لو هتفكر ياما تفكر في حلول وانك انت تحاول تصلح ومطل نعيد بقى الشريك الشغال اللي هو من اول ما العلاقة بتادت لحد دلوقتي عملت فيها ايه او عمل فيها ايه مش هيفيد لو هنفكر هنفكر في الهيرة النعم دلوقتي حالا احنا وقفين فين النقطة اللي احنا وقفين فيها وايه هيساعدنا ان احنا نحسن العلاقة دي طيب الشريك ناحية التانية فيه عنده حالة فوضى انهيار كامل يعني انت تعبان مش ديك كمان تعبان فخليني يفضحه كالعادة انه شريكك لو بيحاول يوريلك انا تمام لا هو مش تمام هو منهار تماما وفي حالة فوضى ومش عالف يعمل ايه وعنده شبه حالة صدمة هو كمان ومش هكي تصرف فحمل انت استيد العقلين بالصراحة انا معرفش الشريكات ممكن يكون بورك وايه انت اللي ممكن تساكر على الموقف وتحسنه شوية تمام فالشريك شايف ان هو في حالة انهيار دام وحسس انه العلاقة انهارت وبازت ومش عارف يعني يلحقها منين او يصلحها زيه طيب الحمل نفسه في ايه نفسه يبقى عنده لا مبالاة بفرود انه هو اولا اللي يفكر فيه يقوله والحمل مش من طبعه فده خارس الحمل بيفكر كويس جدا في الكلام قبل ما يقوله ويدرسه كويس قوي هو نفسه ما يبقاش فيه نفسه ليه فراسه يقول عطله او انه هو يبقى عنده لا مبالاة ولا هو يستمع حاجه ولا هو شايف حاجه ويستمتع بحياته عادي جدا مسائل فلي حبايبي اه الشريك عايز ايه او نفسه في ايه برج الحمل نفسه انك انت اللي تقود المسيرة نفسه انه انت اللي تسيطر على الموقف لانه واضح ان الموقف خرج عن سيطارته ومش عادي يصلحه ازاي ممكن يكون هبب الدنيا ومش عادي يصلحه فهو محتاج مساعدتك ان تاخد انت القيادة وتبتدي انت اللي تصلح الموضوع معلش لو انت الصوت العقل في العلاقة دي يعني للاسف بيبقى ده دور الطرف ده لو انت صوت العقل ببتدي يخد موقف وبتدي انت صلح الدنيا اللي باصل دي انت شايف شريك عمل ازاي برج الحمل نايت اف بنتيكلز انه هو شخص هو معتمل على نفسه في حالة اعتماد على النفس او شخص يسق يعني يقدر يتحمل المسئولية بحاجات معينة بيشيلها كويس جدا جدا شايفوا ان هو كمان شخص روتيني بيكبع الروتين في كل حاجة في تصرفاته وفي تفكيره بس ما زلت شايف شريك بصورة كويسة ان هو زي ما قلنا شخص محترم وشخص انت تقدر تعتمد عليه شريك بقى شايفك ازاي برج الحمل شايفك قائد وانك انت اللي بتعرف تمشي الامور العربة بتوحي بان حاجة بتتحرك مش هلا يجو افتنين ايوه ان انت اللي بتمشي الامور تمام وانت القائد مش عايد حتى لو كانت الحمل هنا هي المرأة على فكرة عادي جدا فيه يعني سيدات وستات بيفكروا بشكل احسن كتير جدا وبيعرفوا فعلا يزبطوا الامور فلو انت القائد فعلا في العلاقة دي برج الحمل شريك محتاج مساعدتك وانك انت اللي تعدي به بالعلاقة المحنة دي ايه الطاقة ما بين الحمل وشريكه فيه طاقة هزيمة انهزام وخلينا نقول اما طرف منكو اخطأ ومش قادر انه هو يعترف بالخطأ ده ان علش ثانية واحدة انا غلط ما بيعملش له وفي حالة مكبرة ويعناد انا ما بغلطش انا تمام ده ممكن يكون واحد منكو في العلاقة او كلا كما معاني انتو الاثنين كل واحد راكب راسي انا ما غلطتش انا ما غلطتش همام ففيه حالة انكار للحالة اللي احنا وصلنا لها وزي ما انا شايفة او الرسالة ووصلا لي ان احنا سيبين المشكلة الاساسية وعمين نبص بحاجات تانية انت عملت فكر او هالك نفسك تفكير وشاغل ومخجمت جدا جدا تفكير كتير جدا لا ينتهي بس ما يبوصلش النتائج او ما بتاخدش خطوة اجابية وشريكك الدنيا بويزة منه خالص مش عارف يصلح الامور ازاي وعايزك انت اللي تصلح الامور بس التقريبه مش عايز يعترف بدا مش عايز يقول ده اوكي ايه اللي بيحصل للشابرة ده فرص بتيجي للعلاقة او بتجيلكوا قلقوا الاتنين وبتضيعوها يعني شريكة مثلا اا ما بيحاولش او بيحاول يبعث لك الرسالة وانت ما تشوفهاش الرسالة اللي انا شايفها دي ساعدني طب انا مش عارف اخ اصلح الموضوع ازاي عايزك تساعدني وانت انا مش سمع حاجة فان فيه فرص بتيجي وبنضيعها الشريك الناحية التانية نفس الحكاية ممكن تكون انت اا صبرك او سكوتك ده بالنسبانه فرصة انك بتدينه وقت انه هو يصلح وما بيصلحش فاللي بيشايفاش دور ده فرص بتضيع فان بنتي نركز في الفرص يا جماعة بنتي نسمع بعض الكلام اللي هو ببقاش بيتقلب البوق ده فيه احتصارفات معينة الشريك بيعملها في فرص فانت عشان انت عاركو كويس اوي انا فاهم هو عايز ايه فنبتدي ما نضيعش فرصة ايه اللي بيحصل الشهر الجاي والله اعلم ما احنا بنتكلم في الشهور اللي جاية انه لو الوضع استمر بالشكل ده ده المتوقع ان هو يحصل قعد عائلية ها في ان المشكلة منبتدي ان احنا ندخل اا طرف تالت في الموضوع مش لازم تكون عائلة على فكرة ممكن يكون صديق او صديقة نبتدي ان احنا نقعد ونتكلم مع بعض الاجتماع ده هنخرج به في ايه بايه ولا حاجه مش هنخرج به باي حاجه مش هو ده الحل ان احنا ندخل اهلنا او ندخل صحابنا في الموضوع ده مش يحل الموضوع والنتيجة اهي هنقول وحاببتي التور هيقال حالا بعد ما نخلص الحمل زعل جميل جدا بحزن جديد جدا وممكن يكون جرح بقى يبتدي بقى ايه نجرح في بعض انا عمال اقول لك يعني ابعت لك في مسجات وانت مش فاهم انا عايز اقول لك ايه فيبتدي يحصل ممكن يكون في شكل من اشكال ان احنا نجرح بعض بقى نجرح بعض فا او او يعني هو المعنيين قريبين من بعض او ان العلاقة بتمر بعض صرفة او بوقت عصيد شوية فنحاول ان احنا او يعني انصحكم النصيحة ده انا شهراء علشان نتفادى الجروت اللي جاية دي الشهور اللي جاية شهر ستة و سبعة دول اللي احنا شهناه انه كل واحد يبترف بخطأ انا اخطأت في كذا و كذا انا محتاجك تساعدني في كذا و كذا انا عطلية الدنيا ساعدني في ان انا اوصل للحكة المعينة